السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حديدي جميع أجهزة شاومي تم استعراضها في هذا القناة ولله الحمد واليوم مع أحدث أجهزة شاومي شاومي تيفي بوكس اس ولكن الجيل الثاني اللي هو الجيل الجديد وهذا يعتبر أحدث جهاز إيش الفرق عن الإصدار السابق إيش يتميز هذا الجهاز إيش عيوب هذا الجهاز كل التفاصيل من البداية من فتح الصندوق والتجربة والإعدادات وكل شيء حيكون بإذن الله في هذا الفيديو ولو أنت مهتم بالشراء بتلاقي رابط الشراء بصندوق الوصف أسفل الفيديو وبلاش يطور عليكم وخلائنا نبدأ الفيديو مع بعض طيب يا شباب نبدأ نقول بسم الله هذه علبة الجهاز ويجي عليه هنا مكتوب صغير جدا اللي هو جين 2 اللي هو الإصدار الثاني والآن بنتكلم على كافة التفاصيل ويش يفرق عن الإصدار الأول فخلي نفتح العلبة مع بعض ونشوف ما بداخل هذه العلبة جاءت الجهاز بكل تأكيد وعليش عار شاومي بالأعلى عندنا هنا بتكون في لبة صغيرة بالأبيض تشتغل لما نشبكه طبعا على الكهرباء عندنا من الخلف منفذ السماعات الثلاثة ونصف اتش دي ام اي وهنا الفرق عن الإصدار الأول إصدار الأول كان 2.0 هنا 2.1 وهذا تغيير جدا كبير وعندنا اليو اس بي اللي هو تايب اي 2.0 وعندنا منفذ الطاقة عندنا كذلك من الجنب هنا مكتوب اتش دي ام اي عندنا أيضا دفتر دليل التعليمات والبدء السريع يدعم جميع اللغات ومنهم اللغة العربية كذلك كيبل الاتش دي ام اي فيش الكهرباء للأسف ثنائي وصلني وعندنا ريموت كنترول وبدون بطارية حتحتاج إلى بطارية 2 صغر عندنا هنا ريموت سار أطول بشي خفيف وأنحف وأخف من الجيل السابق وأضافوا عدة إزرار عندنا هنا إزرار التشغيل والإيقاف عندنا مساعد جوجل الأسهم للتحرك والتنقلات زر الرجوع زر الصفحة الرئيسية عندنا شاومي تيفي بلس هذا ما هو شغال عندنا نتفلكس يوتيوب أمازون برايم فيديو وعندنا إزرار ينقلك على الأبليكيشن اللي هي البرامج أو التطبيقات المثبتة على الجهاز بصورة سريعة وزر اللي هو التحكم برفع وخفض الصوت طيب على إيش يشتغل هذا الجهاز؟ يشتغل على أي شاشة أو أي تلفزيون فيها نفس هذا المنفذ ما تقدر تشغل على التلفزيونات اللي عندك أو شاشات الكمبيوتر الدعمة لهذا المنفذ فالآن أنا أشبكه على الكهرباء وبنمشي بالخطوات واحدة واحدة ونتعرف على المميزات وما بداخل هذا الجهاز طيب يا شباب هذا أيضا أول تغيير واجهة جوجل تي في وجهة جوجل تي في هي أحدث وجهات التلفزيونات أو أنظمة التلفزيونات وفيها مميزات جدا كثير وسار التصفح فيها سلس وجميل هنا أول خطوة طالبني هي أني أعرف الريموت على جهاز شاومي فبضغط زر الهوم مع زر الرجوع مع بعض وبوجهه على جهاز شاومي وأتركهم على طول بيتعرف عليه فالعملية جدا سهلة وبسيطة الآن مرحلة اختيار اللغة طبعا الجهاز يدعم كل اللغات بما فيهم اللغة العربية فبختار اللغة العربية وهنا خطوة اختيار البلد فبختار المملكة العربية السعودية الآن خطوة ربط شبكة الواي فاي لأنه ما في منفذ إيثر نيت فبختار شبكة الواي فاي وبدخل كلمة المرور كنت أتمنى أن يجيب مثلا بواي فاي 6E اللي هو الأحدث أو على الأقل واي فاي 6 ولكن للأسف ما تم تحديث الواي فاي في هذا الجهاز مع كل مكان الواي فاي الأحدث كل مكان استقرار الشبكة أفضل الاتصال أفضل السرعة أيضا أفضل هنا طالبني أني أسجل دخول بحساب جوجل فلازم يكون عندك حساب جيميل لأنه الجهاز مبني على أندرويد وأندرويد يعني جوجل جيميل ادخلت البريد والآن بدخل كلمة المرور الآن سجلت دخول بنجاح الآن مرحلة الشروط والأحكام بسوي قبول والآن أيضا قبول الآن طالب مني بعض الخيارات أني أنزل مثلا هذه التطبيقات هو اليوتيوب الأمازون برايم فيديو أبل تيفي بلاس عندك ديزني عندك يوتيوب ميوزيك فأشر عن اللي تبغاه وشيء اللي تبغاه وكلها تقدر تسويها بعدين تسوي تأكيد هنا خدمة شاومي تيفي بلاس أعتقد أنه مو شغالة وحنتأكد بعد تشغيل الجهاز بيقولك أنه ما يحتاج فيها أي اشتراكات عبارة عن باقة أفلام ومسلسلات وإلى آخر وحنشوف عموما فنلف على اليسار لحد ما نخلص هذه الأشياء جاري اقتران جهاز الريموت هنا مرحلة التحكم في التلفزيون إذا كان تلفزيونك يتوافق مع ريموت شاومي عشان تقدر تتحكم مثلا برافع وخفض الصوت من نفس الريموت أو لا فمثلا حسوي موافق هنا بيقول التحكم في التلفزيون هل تغير مستوى الصوت؟ هنا طالب مني أن أرفع الصوت من ريموت شاومي فبشوف فعلا أتعرف على التلفزيون هذا تلفزيون سامسونج واتعرف عليه فبيقول لي هل مستوى صوت تغير؟ بقول له نعم فكذا خلاص أنا أقدر أتحكم برافع وخفض الصوت من خلال ريموت شاومي على تلفزيون سامسونج فبسوي تم الآن بوافق على الشروط والأحكام والآن جاري تثبيت التطبيقات اللي هي التطبيقات الأساسية اللي أول ما تدخل الجهاز أو صفحة الجهاز تحصلها مثبتة زي اليوتيوب الخيارات اللي احنا اخترناها زي Amazon Prime Video Apple TV Plus وإلى آخر تنتظر لحد ما يكتمل طيب يا أخوان الآن تثبت التطبيقات على طول اشتغل كتب لي يمكنك الآن تجربة Google TV فبدأ الاستكشاب نضغط أوكي والآن هذه هي الصفحة الرئيسية للجهاز أول شيء أبغاد تسويه قبل لتتدخل في أي شيء إنك تتوجه إلى الإعدادات بعدها تدخل على التحديث هنا حتلاقي عندك مباشرة Android System Update اللي هو تحديث النظم لازم ويعني وضروري جدا إنك تحدث الجهاز بنضغط عليه جاري البحث عن تحديث الآن جاني حجمة تحديث تقريبا 786 ميجا بايت فبسوي له تنزيل الآن أيضا بتتركه مو مطلوب منك أي شيء لحد ما يعيد التشغيل طيب يا شباب خلص تحديث النظام الآن مرحلة إعادة تشغيل وخلاص إحنا كده انتهينا فهنضغط إعادة تشغيل الآن طيب يا شباب الآن إعادة تشغيل كل الأمور تمام ندخل إعدادات نشوف شوي التفاصيل عندنا شاشة الاستراحة اللي هي شاشة التوقف ما أعرف كانت باينة أو لا حاول أوضحها عندنا هنا شبكة الواي فاي تسهيلات الاستخدام بلوتوث البلوتوث تقدر تربط عليه سماعة سواء كبلوتوث تقدر تربط عليه فارة تقدر تربط عليه لوحة مفاتيح أو عن طريق الـ USB اللي موجود في نفس الجهاز أيضا من فتحة الـ USB اللي موجودة في نفس الجهاز تقدر تحط عليها هاردسك أو حتى USB خارجي ومن هنا تقدر تثبت تطبيقات من خارج متجر اللي هو جوجل بلاي عندنا هنا تعديل الإعلانات المخصصة ما هو الكل اللي هي خاصة بالإشعارات ممكن ندخل على حسابنا من هنا وممكن الإعدادات ندخل عليها من هنا طيب الإعدادات عندنا العرض والصوت لو دخلنا عليها هنحصل الـ HDMI الدقة هنحصل عندنا 4K 60Hz إعدادات العرض المتقدمة السماح بوضع الألعاب إذا كنت من هوات الألعاب وما أشوفه جهاز صراحة خاص بالألعاب لأنه هيتعبك شوية المعالج اللي عليه والرام اللي 2 جيجا فما أشوفه أنه خاص بالألعاب عندنا إعدادات الصوت المتقدمة يعني ما أشوف فيها أيضاً أي خيارات أنك تعدل عليها شبكة الإنترنت الحسابات تسجيل الدخول تقدر تسجل حساب أو تقدر تسجل دخول بأكثر من حساب وتقدر تسوي حساب للطفل هيكون طبعاً بدون نتفليكس وبدون البرامج الأخرى خصوصية عندك التطبيقات هذه التطبيقات المثبتة اللي تقدر تحدث التطبيقات من هنا أو تلغي التثبيت كذلك الأذونات وإلى آخره عندنا الأمان والقيود هنا الخطوة المهمة لو أنت حابب تثبيت تطبيقات من خارج مصدر اللي هو جوجل بلاي عن طريق مثلاً اليو اس بي وصول خاص إلى التطبيقات أيضاً ما فيها أي إعدادات أخرى لو دخلنا عن النظام حنحصل اللي هو تسهيل الاستخدام تتعدل على الترجمة تكبر الترجمة وإلى آخر وتطبيقات الدعم للترجمة لمح عن الجهاز هنا تقدر تعطي اسم لنفس الجهاز عشان تتعرف عليه عندك تحديث النظام تقدر تتحدث النظام تقدر تسوي له فرمات عن طريق عادة الضبط نسخة أندرويد تيفي اللي عليه هي أندرويد تيفي 11 بواجهة جوجل تيفي اللي هي أحدث الواجهات تاريخ والوقت بيجي مضبط من أول ما تشبك على الإنترنت عندنا اللغة لوحدة المفاتيح عندنا هنا مثبتة الجي بورد الخاصة بجوجل وحدة تخزين مساحة تخزين هنا تقريبا 6 جيجا ورايح منها 2 وشوية فعندك الإجمالي هنا 4 جيجا فاصلة 6 فعندك 2 جيجا رام عندك 6 جيجا اللي هو المساحة التخزين وإنا كلها أشوفها إعدادات عادية جدا ما فيها أي شيء وحدات التحكم عن بعد والملحقات هنا تقدر تتسوي اقتران أو اقران بجهاز ملحق اللي هو زي السماعات الفارة الكيبورد وإلى آخره طيب لو راحنا الصفحة الرئيسية لو ضغط طغطا طولة على أي تطبيق تقدر تسوي له مثلا نقل بهذا الشكل وترتب اللي هو الصفحات طيب هذا شاومي تيفي بلس اللي قلت خلينا نشوفه بعد ما يشتغل الجهاز هل حيشتغل عندنا أو لا هنا مكتوب سيرفيز أر نت سبورتد إن ديس آريا يعني غير مدعوم في هذه المنطقة فزي ما توقعت إنه ما هو شغال عندنا فحنسوي اكزيت ونخرج على الصفحة الرئيسية عندك أيضا تطبيق هنا اسمه باتش وول أيضا تابع لشاومي تيفي بلس وأيضا مشغل في منطقتنا عموما نرجع لتطبيقات العادية نتفليكس يوتيوب ديزني بلس برايم فيديو أبل تيفي بلس يوتيوب ميوزيك ميديا بلاير هذا مشغل الوسائط لو أنت حاطت على يوسبي أو هاردسك شابكه على الجهاز تقدر تشغل جميع الوسائط صور فيديوهات إلى برنامج الأجهزة الأندرويد يعني التنقل فيها صعب وبطيء وصراحة ما حتستفيد منه فلا تعتبر أنه هذه الميزة موجودة في هذا الجهاز جهاز شاومي بوكس أفضل من الاستيك مليون مرة لأنه مسألة الحرارة في الاستيك مزعجة وتخليه يأثر عن الجهاز ومعالج الجهاز بالتالي يقعد يفصل من الانترنت وحيأثر عليك أيضا في المشاهدة لكن البوكس هو أفضل الخيارات خليه نجرب مثلا اليوتيوب الجهاز يدعم Dolby Vision وDolby Atmos على اليوتيوب مثلا وعلى نتفليكس وامزوبرايب فيديو كذلك أبل تيفي بلس فخليه ندخل مثلا أحد المقاطع الخاصة فيها عشان نشوف اللي هي دقة الفور كي فعلى سبيل المثال هذا الفيديو نشوف إعدادات الجودة الجودة محطوط اللي هو الفين مئة وستين اللي هو فور كي فخليه نشوف مثلا التقطيع العلاقة اللي معايا في ديناميك أمريك 2X وأول جهاز لوحي من سامسونج ومن الليلة سامسونج مقام لما هو غبارة معيار ID 68 تبتخيل يعني تنزل في الموية لعنق بيتر ونص لمدة مص ساعة وهذا المعيار عادة ما تشوفه غير في الهواتف ممتاز جدا في اليوتيوب لو حبينا نروح لصفحة رئيسية التطبيقات هنا بتنزل عندك بتلاقي مكتبة عملاقة كبيرة جدا مقسمة عن حسب الفئات ترفيه موسيقى وأصوات أدوات الفيديو نمط الحياة وإلى آخر وتقدر تختار وتشوف عندك برامج كثير جدا ستارس بلاي يعني متجر جوجل بلاي متكامل طبعا مو كل التطبيقات موجودة عندك المتصفحات متصفح جوجل ما هو موجود ولكن تقدر تثبت متصفحات أخرى ففي متصفحات أخرى زي هذا اسمه تيفي برو فتقدر تثبت هذا المتصفح يعني لو أنت حابب متصفح عشان تتفرج مواقع الأفلام وهذه أيضا ما أنصحك تطبيقات الاي بي تيفي جدا كثير تقدر تثبت أيضا تطبيقات جدا كثير عن طريقة اليو اس بي فعموما هذه هي فكرة الجهاز وإيش تقدر تستفيد من الجهاز فالجهاز يحول لك شاشتك العادية إلى شاشة سمارت أو بجودة عالية يعني لو شاشتك مثلا ما هي قد كده وفيها تطبيقات تعلق أو شي فهذا الجهاز جدا حيفيدك بس تقريبا شباب هذا كان الفرق عن الأول أكبر فرق اللي هو الفور كي بمنفذ الـ HDMI 120 هيرتز 2.1 فهذا اللي حيفرق في جودة الصورة غير كده الجهاز نفسه هو الأول نفس الرام نفس مساعة التخزين نفس الوي فاي نفس البلوتوث نفس كل شي ما لو أنت عندك الإصدار الأول وتعاني فأرشح لك هذا الجهاز ما تعاني من شي خلي الجهازك الأول عندك لو عندك Apple TV عندك Google Chrome عندك Skyworth عندك Nvidia شلد بكل تأكيد أنك ما تفكر في هذا الجهاز كل التوفيق للجميع زي ما شفنا مع بعض يا شباب أتمنى أشوف رأيك في صندوق التعليقات وزي ما ذكرت لو أنت تمتلك Nvidia تمتلك Apple TV تمتلك ممكن الإصدار الأول تحتاج الإصدار الثاني ولكن لو تمتلك مثل Apple TV أو جهاز Nvidia شلد فأنت لست بحاجة إلى هذا الجهاز أو حتى Google Google Chrome غير كذا أنصحك في هذا الجهاز سعره مناسب وفيه كافة المميزات والخدمات اللي تحتاجها وكذا كنت نصف معكم لهذه الفيديو أعطيكم ألف عافية أتمنى أشوف رأيك في صندوق التعليقات في أمان الله